حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيدي بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحسين عن أم الحسين جدته حدثته قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رم جمرة العقبة حدثنا أبو قطئ قال حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن العيزاري بن حريث عن أم الحسين الأحمسية قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب على المنبر عليه برد له قد اتفع به من تحت ابته قالت فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج فسمعته يقول يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل حثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن يحيى بن الحسين عن جدته قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يرحم الله المحلقين يرحم الله المحلقين قالوا في الثالثة والمقصرين قال والمقصرين حثنا وكيع عن اسرائيل عن أبي اسحاق عن يحيى بن الحسين عن أمه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات يخطب في حجة الوداع يقول يا أيها الناس اتقوا الهوى اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل حثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا يحيى بن الحسين بن عروة قال حدثتني جدتي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له وأطيعوا حثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت يحيى بن حسين قال سمعت جدتي تقول سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يخطب يقول غفر الله للمحلقين ثلاث مرار قالوا والمقصرين فقال والمقصرين في الرابعة قالت وسمعته يقول إن استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا حثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن الحسين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له وأطيعوا حدثنا وكيع عن يونس عن العيزاري بن حريث عن أم الحسين الأحمسية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وعليه بردة قد اتفع بها وهو يقول اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله حنا حجاج بن محمد قال حدثني شعبة عن يحيى بن الحسين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما بمن أن دعا للمحلقين ثلاث مرات فقيل لهو المقصرين فقال في الثالثة والمقصرين حثن أبو نعيمين قال حدثنا يونس عن العيزاري بن حريث قال سمعت أم الحسين الأحمسية قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عليه برد قد اتفع به من تحت ابته فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج وهو يقول يا أيها الناس اتقوا ألها وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حدثنا يحيى بن الحسين أخبرني أنه سمع جدته قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخطب بعرفات وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا قال عبد الله وسمعت أبي يقول أني لأرى له السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره حثنا وكيع قال شعبة أتيت يحيى بن الحسين فسألته فقال حدثتني جدتي قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بعرفة إن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر